انا عايز اقول لحضراتكم ان البعثات الدولانسية المصرية بقوا مشوات حرامية وعايز اقول لحضراتكم ان ده مش من جديد يعني ده من عام مبارك وانا شخصيا في اوروبا تعرضت للقصة دي وتأكدت تماما بالتجربة ان كل العاملين في السفرات المصرية والقنصليات في الخارج هما شوات امناجية مش اكتر من كده يعني انا وصلني انا شخصيا للرسالة اللي جاية دي انت شفت الكويت تعالي نشوف السعودية ونشوف شغل النظم في السعودية وصلتني رسالة شخصية انا هنقلها زي رسالة شخصية لمحمد ناصر هنقلها زي ما هي بالضبط والنبي او استاذ محمد ابقى اتكلم عن سفارتنا او سفاراتنا برا اللي عاملنا سلعة كل حاجة بفلوس اضعاف اللي في مصر مثلا جواز السفر في السعودية بيتكلف 700 ريال ده بالنسبة للجنب السفارة في الرياض او القنصليات اللي في جدة او القنصلي اللي بعيد ممكن يصرف مواصلات من 400 الى 800 ريال حسب المسافة ده غير كده خدمة زي الزفت والموظفين بيكلموك بقرف والجوازات بتطول يعني ممكن تاخد من شهرين لأربع او خمس شهور تيجي تقوله هاتوصل بالفلوس اللي خدوها يقولك مفيش تقوله طب انا عايزة تفع فيزا يقولك مش عايزين كاش عشان هما يسرقوا براحتهم غير الروتين هاتدمغة هاتصور هاتورقة اشتري استمارة وحاجة تقرف ده كلامه مش كلامي وزحمة كل يوم من اول ما تتفتح لحد ما تقفل وشغل برضو يعني ياخدوا اجازات مصر رسمية وياخدوا اجازات البلد اللي هم فيها وعلى بال ما تيجي الجوازات تكون الاقامة بتاعته في البلد دي خلصت انتهت وتدفع مخالفة ممكن يقول البطاعة خلصت جددها الاول والتجديد بيتكلف 250 ريال ويريد تطلع بسرعة البطاقة دي اقل شيء 3 شهور يا استاذ محمد يا استاذ محمد دول بيكسبوا اكتر من قناة السويس مثلا لو الجواز ب650 في 200 واحد بس عشان زحمة وانا مجرب يعني ما تقولش الرقم ده كتير يساوي بقى الرقم اللي قدامه اللي هو بعتولي اللي هو 130 الف في الشهر 130 الف هو كاتب رأى ارقام ما يعرفش ان انا عندي اعاقة مع الكلام مع الارقام بيقول انه بيكسبوا اكتر من قناة السويس فمثلا الجواز لو ب650 ريال في 200 ادربها ببعض كده الله يخليك بسرعة 130 الف ما تقول 130 الف مصطفى ما تقول 130 الف مصطفى ما تقول 130 الف يعني الجواز ب650 ريال في 200 واحد في اليوم يعني 130 الف ادربها بقى في الشهر في 30 يوم كم 3 مليون وتسعمائة الف ادربها في 12 عندك الرقم ادربها في 12 يعني 46 مليون 800 تاني عشان الحزب بس حد يرجع معاه تاني هو بيقول الجواز بيكسبوا اكتر من قناة السويس الموظفين دول او القنصليات دي او السفارات دي الجواز في السعودية مثلا ب650 ريال في 200 جواز في اليوم طلعت 130 الف ريال ضرب 130 الف ريال اللي في اليوم ضربهم في الشهر 30 يوم فبقت 39000 صح 39000 ريال ضربهم في 12 طلعت بقى الرقم اللي قال لي عليهم انسيته ده يعني 50 مليون ريال تقريبا يعني السفارة بتكسب 50 مليون ريال بس من قنصلية واحدة بيقول كده بالضبط 50 مليون ريال يعني ربع مليون لا سبع سوري يعني ربع مليار جنيه مصري 50 مليون ريال يعني حوالي ربع مليار جنيه مصري جوازات بس يا استاذ محمد ده غير توكيل خاص مثلا غير 200 للبطاقة 250 شهادات الملاه الاخير يعني وتصديق الورق والتأشيرات وغيره وغيره بيقول يعني قنصلية واحدة بس ممكن تعمل كام مليار من غير ما توقف مع اي مواطن في اي مشكلة يعني السفارات برة زي اي مصلحة في مصر بتستغل الشعب من غير ما تقدم خدمة في مصلحة المواطن وحاجات كتير في الموضوع ده لو ركزت فيها هتلاقي بلاوي انا نقلت الرسالة زي ما جاتني ورجعونتو الارقام اللي هو قالها ورايا عشان تعرفوا انه السيسي حتى سفاراتنا في الخارج حولها الى محلبة حلاب الشعب فعلا في كل حتة بيحلب الشعب بس اشتركوا في القناة